في فقرتنا اللي معاينا دلوقتي هنحاول نعرف ونتعلم مع بعض حاجة مهمة جداً في كل حاجة في الحياة فن وعلم إدارة الأزمات والتفاوض أكيد كلنا بنمر بمواقف صعبة بنحتاج فيها مهارة التفاوض مع الأشخاص عشان نقدر نوصل لهدف أو نوصل لقرار مريح لنا إحنا الاتنين سواء كانت العلاقة دي مع أصدقاء زمال في الشغل أو أهل أو حتى الزوج والزوجة ضيف فقرتنا النهاردة المستشار الدولي في الإدارة والكاتب والمؤلف أحمد إليسي ناصف اللي بصدد إصدار كتابه الجديد بعنوان خد وهات في علم وفن المفاوضات بعد العيد إن شاء الله أهلا بحضرتك حياتك منوارنا أهلا بحضرتك وألف ألف مبروك على الكتاب وأول حاجة عايزين عرف الناس أكتر إيه هو علم المفاوضات باختصار طبعا طيب هقول له هذيك حاجة هو الأول المفاوضات ما هيش علم بحث ودي حاجة مهمة جدا يعني مثلا لو خدنا حاجة زي الكيميستري أو الكيميا حطينا خامض مع معدن في كده هيطلع لك أكسوجين عملت التجربة دي في الصين هيطلع أكسوجين عملتها في أمريكا هيطلع أكسوجين عملتها في مصر هيطلع أكسوجين المفاوضات مش كده خلص المفاوضات متغيرة جدا والديسبل متغير جدا على حسب المكان اللي احنا موجودين فيه لو عملت نفس الحاجة في الصين وعملتها مثلا في أمريكا ممكن تطلع لك نتائج مختلفة المفاوضات ويمكن عشان كده هي ما بتتدرس كتير في حتة قليلة قوي بتدرسها هي جزء منها بس هي العلم والنص التاني فن وأنا بزعم أن دا يمكن أول كتاب في المكتبة العربية يتكتب من أساسه وفيه كتب عربي كتير طبعا عن المفاوضات بس كلها مترجمة بس دا يمكن أول كتاب يتكتب من أساسه في المفاوضات بأمثلتنا بقى بحياتنا بحاجات كلنا عشناها على مدار السينيين وعارفينها وكده فبيشرح الجزء اللي هو العلمي لأن هي لها هياكل ولها معادلات ولها رسومات وكده فهو بيشرح الجزئية دي عشان يدي الفكرة الأساسية وبعدين بيشرح شوية الحتة اللي فيها فن والفن بتاع المفاوضات اللي هو حالي 50% منه زي أي فن تاني فيه ناس بتبقى عندها الموهبة وفيه ناس بتبقى عندها موهبة قليلة شوية ومع الممارسة والتدريب بتقدر تحسنها ويمكن الجزء ده 50% ده مش كله ممكن الإنسان يتعلمه بس ممكن يتحسن فيه بقدر كتير يعني كبير قوي زي واحد مثلا ما بيعرفش يرسم ممكن يرسم أحسن مش أكيد أن هتطلع فنان علامي أو رسام علامي المفاوضات شوية في الاتجاه ده وحضرك قلتي حاجة كويسة أو في المقدمة أن إحنا حياتنا كلها عبارة عن سلسل المفاوضات بس يمكن ما بناخدش بالنا ابتداء من سياسة وعسكرية وحاجات كده وحاجات بسيطة اللي عايز ولاده عايزين واحد عايز يروح السنة ومتاني عايز يروح جننت الحيوانات دي أكشل مفاوضات هو ابتداء من الواحد وهو عنده خمس سنين من أول ما يبتدي عنده طلبات لذي يبقى عنده فن المفاوضات مزبوط واحد عايز يجاوز على مراته مثلا وعايز يقنحها بالحكاية دي محتاج يفاول يعني بلاش نخص في الموضوع ده بلاش بسيطة دي حقيقة دي حقيقة وموجودة كتير يعني فالمفاوضات جزء أساسي كان فيه واحد اسمه تشستر كارس ده واحد من أساسيات الناس في العالم في الحكاية دي كان عنده كلمة أو مقولة لذيذة جدا بيقولك يعني في الحياة انت ما بتخصلش على انت تستهليه ودي حقيقة على فكرة يعني بس لايك مثلا حضرية ممكن تلاقي شركة مثلا أو مكان معين مش أكيد أن أحسن واحد في شغله هو دايما بيبقى نمرة واحد مش شارط صح مش شارط خالص يجات والتيونجوشية اللي انت تقدر يتتفاوضي عليه هو ده اللي بيقدمك فممكن واحد ودي موجودة في كل حتة في العالم يعني مش حاجة في حتة معينة يكون مهارات التفاوضية أعلى من حد يكون سابقه في المهارات التكنيكل بتاعت الشغلانة بتاعته ويعديه طب حالتك ده ممكن تبقى مشكلة ناس كتير جدا بتشتكي منها زي ما حالتك بتقول مثلا واحد مقدم على شغل الكواليفيكيشنز بتاعه كل حاجة اللي هي علاقة بالشغل بتاعه الدراسة بتاعته أحسن هو أسكى ولكن ما عندوش حتة المفاوضات هو ممكن يبقى زي ما يقوله جامد شوية أنه هو عارف واحد واحد يساوي اتنين ما بيلفش ما بيدرش حال الناس تتخيل المفاوضات دي نوع النوع اللف والدوران ولكن في النهاية برضو مش ضروري نهاية حاجة أو مش حاجة غير أخلاقية لا هي أخلاقية ولكن فيها زكاء هل بقى لو إحنا قرينا الكتاب بتاع حضرتك اللي عنده يعني عنده كل الحاجات اللي تخليه بقى في الشغلانة دي لكن مش عارف يوصلها أو ممكن يترقى بس مش عارف يترقى لو قريت الكتاب نقدر نعدي المرحلة دي هنقدر نوصل لده طبعا أنا شاهدتي مجروحة لشي رد على السؤال ده إنما في رأيي أنا أه إزاي؟ هقول لحضرتك المفاوضات فكرة المفاوضات عموما لو بصناها بطريقة مكرو جدا على لفل عالي قوي هي بمنتهى البساطة أن بيبقى فيه حلين مختلفين لمشكلة واحدة ولازم نطلع بحل واحد فإزاي نقدر نوصل أن الحلين دول يبقوا حل واحد بمنتهى البساطة عشان نبسط فكرة يعني ممكن تبقى ملعباك شوية حد بيبيع لحدها رابطه أنا عايز أشتريها بمئة ألف وهو عايز يبيحها بمية وخمسين ألف لو هيحصل ديل بنا وهتحصل صفقة يبقى لازم نتفق على سعر واحد كويس؟ ده كمبدأ عام مش هينفع الصفقة التم لو إحنا لسه فيه سعرين فبالتالي فيه حلين لمشكلة واحدة ولازم نتفق عليها السؤال بتاع حضرتك أه لأن فيه جزء كبير قوي منه على الفكرة المفاوضات ما هيش فهلاوة ده حاجة very structured يعني لها frame وبتترسم ولها graphs وكده مش فهلاوة وكلام بسرعة اللي هو عايز جزء مهم قوي منه التحضير ف وده التحضير 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 ده أساس أي مفاوضات نكحة تحضير بمعنى إيه وانا رايح أشتري عربية إيه الهومر إيه الواجب اللي مفاوضة نعمل؟ السؤال ده حلو جدا العربية دي كمانها كان في السوق متواجد منها قد إيه في السوق مين عنده alternative في حاجة في المفاوضات سبه باتنا باتنا اللي هي stands for للأسف هو مش أنت أنا أحب أتكلم إنجليزي كتير بس هو العلم أصلاً أمريكي في مستلحات أفضل بديل أفضل بديل اللي أنت ممكن توصل له كده فلو حضرك روحتي حايزة تشتري عربية أما تعرفي العربيات نفس النوع العربية دي موجودة في محلات تانية أو عند ديلر سنين بكام وفي نفس الوقت تعرفي إيه العربيات البديلة اللي بنفس الحجم وماركات مشابهة في نفس الكاتيجوري أو حاجة زي كده هتبقى واخد فكرة وعندك تحضير فلو افترضنا أنا حضرتك لقيت إن العربيات دي مثلاً سعرها ما بين ما عرفش 130-150 ألف وحضرتك روحتي وحد عرض عليك 250 ألف هتعرفي إن هنا غلط وعلى فكرة لو عرض عليك 60 لازم برضو تقلقي وفيها مشكلة المقلوبة على طول أول حاجة هتكفت نهاية لكن في حاجة بيهدعك لو هي توجد تبيترو برضو يبقى فيها حاجة مش يعني خلي بالك يبقى قبل ما روح أتكلم مع الطرف الآخر اللي هيحصل ما بيني ما بينه تفاوض لازم أبقى درسها الوضع كويس جداً طيب نهار ده فيه نوعين من التفاوض فيه التفاوض الرسمي وفيه التفاوض اللي هو في الحياة متى اللي احنا تكلمنا عنه ده التفاوض الرسمي ليه أسلوب مختلف ولا هو هو نفس الأسلوب حاجة من الحاجات اللي أنا حطيتها في الكتاب ده أن أنا كاتب ميت تكتيج تكتيج تفاوضي بصمو صغارين أوي كل واحد اللي هو زي كابسولة صغيرة نصف صفحة مش أكتر من كده أنا قصدي كتير على الحلقة لا 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 نحافظهم كلهم بس يعني هم موجودين في حاجات كتير قوي بيتم تطبيقهم بطرق مختلفة سواء بالطريقة الانفورمل أو بالطريقة الفورمل أدي لحضرتك مثل واحد بس من الميت تكتيج فيه تكتيج قديم معرفش لو تفتكري كان فيه حلقات زمان اسمها ستارس كيان هايتش اوكي دي حلقات يمكن في التمانينات أو التسينات بس كانت نمبر وان وكانت مكسرة الدنيا وتلعب منها اتخذ منها المانيجمنت فيها حاجات كتير قوي بتبقى جاية من أفلام وحاجات يعني بتبقى موجودة في الكالشور وبيحطوا منها فدي كان اسمها ايه الباد الباد كاب والجود كاب فان واحد بيعمل الدور الكويس واحد بيعمل الدور الوحش دي ممكن تتطبق على الطفل صغير اللي عايز يروح النادي وبابا ومام واحد يلعب دور او ممكن تتطبق في صفقة بكزا مليون واحد بيعمل الصفقة والتاني يلعب انا هو احنا طبعا تشوغنا جدا من كلام حضرتك انو اكيد هيفيد ناس كتير جدا فكرة التفاوض وازاي اعرف التفاوض بس كمان حالتك عملت كتابين مشاوير في بلاد كتيرة ومشاوير في بلاد اكتر مشاوير اكتر في بلاد ابعض مشاوير اكتر في بلاد ابعض الكتب دي انا اشتغلت يمكن حوالي حاجة و30 سنة في بلاد كتير قوي وبلاد قدروا انها غريبة شوي فصطيتني حاجات غريبة جدا ومن الناحية هنا بقى الدول الكتب دي مش علمية دي تجربة ذاتية وحاجات مواقف ظريفة جدا وحاجات غريبة جدا فحبيت اوصق روحت البلاد كتير قوي غريبة ما كانش حد بيروحها وما زال ما ظنش حد بيحب يروحها فحبيت اوصق وتلخص لنا برضو عن تجربة حضرتك لان تجربة حضرتك لما تسافر بلد مختلفة عن تجربة حد تاني وبالتالي نتعلم من تجارب بعد حياتك نورتنا بنشكرك جدا على وجودك معينا النهاردة المستشار الدولي في الإدارة والكاتب والمؤلف أحمد الليثي ناصف اللي بصدد إصدار كتابه الجديد بعنوان خد وهات في علم وفن المفاوضات وبيتهيلي نزيل من أهم الحاجات التي احنا لازم نتعلمها هنروح لفاصل صغير ونرجع نكمل معاكم فقرات السفير عزيز